شهد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الجلسة العامة لمنتدى سانتا بيترسبرغ للثقافات المتحدة الذي يوقد تحت عنوان ثقافة القرن 21 السيادة أم العولمة وأعرب وزير الثقافة عن أهمية المشاركة المصرية في هذا الحدث الثقافي الدولي البارز مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعكس حرص مصر على دعم الحوار الثقافي بين الشعوب وتعزيز التبادل الألفني والمعرفية هذا وأوضح وزير الثقافة أن مصر بتاريخها العريق تعد دائما نموذجا للهوية الثقافية الراسخة التي تتفاعل بشكل إيجابي مع الثقافات الأخرى مع الحفاظ على خصوصيتها